درجة الحرارة الآن في شلافتيا 10 تحت الصفر اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تجربة جديدة من قناة سعودي اوتو لايف السيارة اللي معانا اليوم هي كايان جي تي اس و كايان تيربو اس موديل 2015 الكايان تعتبر واحدة من اكثر سيارات الاس يو في قدرة لاثبات وجودها بنجاح خاصة في فئتها في حين انه مجموعة طرازات بورشا كايان تقلصت لما نقدموا موديل 2015 الجديدة مع شد الوجه او الفيسليف طبعا ظهرت بخمسة طرازات واللي هي كايان اس و كايان تيربو اس و كايان ديزل و ديزل اس بالاضافة الى كايان اس اي هايبريد لكن للمرة التانية بدأوا باضافة طرازات قبل ما تخلص موديلات الالفين و خمسة عشر ما يعادت تقديم طراز الانتري لابل اللي هو الستاندر والجي تي اس و كذلك التيربو اس و اصبح مجموعة طرازات ثمانية طرازات الجي تي اس ستكون متغيرة كثير عن الكايان اس اللي شكلها شبيه بالتيربو طبعا كل الاختلافات في هذا الطراز اللي هو الكايان انه الكايان بتتوفر بعدة محركات مختلفة حتى تلبي احتياجات فئات مختلفة و اكثر لزبائنها بورشا كايان هي سيارة رياضية متعددة للاستخدامات مبنية على قاعدة عجلات اليوني بودي اللي هو هيكل واحد تصميم السيارة بالكانل كقطعة وحدة ومعنى كده انه التحكم والثبات خلال القيادة عالي جدا ولا ننسى انه وزنا خفيف مقارنة مع سيارات الهيكل على قاعدة عجلات اللي هو بادي اون فريم اللي بيجعل مندائها عالي ولا ننسى انه عازل الصوت في داخل السيارة واحد من اهم ايجابيات قاعدة عجلات اليوني بودي اما بالنسبة للمنافسين للكايان في هذه الفئة طبعا عندنا كل من او دي كيو سيفن و بيم ديو اكس رايف و مرسيدس بنز ام كلاس وحنتعرف بخلال هذه التجربة على الابرز التحسينات اللي ظهرت بها بوبشا كيان جي تي اس موديل 2015 من النظر الاولى نلاحظ انه الواجهة الامامية التغييرات في اسلوب التصميم عليها طفيب جدا ما بين الموديل الجديد والموديل السابق اللاحظ انه توجد اعادة لتصميم الاجمحة الامامية واغطاء المحرك وكذلك شبك التهوية وفتحتين التهوية على يمين ويسار الصدام الامامي لتبريد اللي ديتر الاضواء الامامية زي من تشيشين هنا بتقنية الزينون المزدوجة اللي هو باي زينون واربع نقاط اضاءة داود مخصصة للقيادة النهارية اللي هي ال اي دي وتعطيك 45% قوة اضاءة اكثر من اضاءات الهيلوجين اللي بيجعل من القيادة في الليل اكثر وضوحا وكذلك توجد لأول مرة فتحات تبريد هوائية نشطة موجودة وراء مدخل الهواء الابسطي وهي تفتح وتغلق وفقا لظروف القيادة واحتياجات التبريد اما من جانب السيارة نلاحظ خطوط التصميم قوية والتقاوسات الجانبية على البعض زي ما انتم شاهدونها بيعطي السيارة روح رياضية كذلك اقواص العجليات عريضة زي ما انتم شايشين هنا واجزاء جانبية منتفخة ونلاحظ كمان ان ارتفاع السيارة عن الارض اصبح اقل عن الارض بمقدار تراوح ما بين 20 الى 24 ملي الواجهة الخلفية توجد عليها بعض التحسينات خاصة اضواء المكابح من اربع مقومات ومقبض الباب الخلفي واضواء الخلفية تصميمها يعطي شكلها كأنه ثلاث الابعاد اما بالنسبة للوحة السيارة ومقبض صندوق الامتعة والاضواء الخلفية اندمجوا كلهم بغطاء صندوق الامتعة وتتوفر الجنوط العصرية الرياضية الجديدة بقياس 20 بوصة بتصميم شبكة العنكبوت زي ما انتم شايشين هنا ومطلية باللون الاسود اما تحسينات الداخلية تمتاز وتصميم وترتيب مركز حول السائق الى حد كبير جدا زي ما تشايشين كده عجلة القيادة حقيقة تصميمها رياضي جديد متعدد الوظائف مع ناقل حركة موجود هنا خلف عجلة القيادة كتجهيز قياسي مقتفس من تصميم السيارة الرياضية اللي هي بورشا 918 سفايدر ولازال الكونسول الوسطي اللي موجود هنا مع كل الازارير والكنترول شبيه بالطيرات النفاثة الحربية المقاعد اللي موجودة رياضية مكسوة بالجلد الكنتارة ومطرز عليها شعار الجي تي اس على رأس مسند الرأس اللي موجود هنا اما بالنسبة للمقاعد الخلفية اعيد تصميمها واصبحت مريحة اكثر لكن اي شخص ابقى يقعد في الوسط الله يكون في عونه ومقاعد ذات التهوية اصبحت الان متوفرة اختياريا اما بالنسبة للجديد في هذا الموديل او تغيرات الجذرية مقارنة بالموديل السابق هو انهم شالوا المحرك الفي ايت وحطوا محرك جديد سعة 3.6 لترات اللي هو 6 سلندر باي تيربو ثنائي التيربو اللي هو موجود في بورشا مكان تيربو طبعا مطور للكيان واذا جاء على بالك بانه 6 سلندر نتائجه من ناحية الاداء حتكون اضعف من 8 سلندر انت مخطئ محرك التيربو المزدوج الجديد بيعطي قوة 440 حصان يعني 20 حصان زيادة وعزم اكثر ب37 رط القدم باجمال 443 رط القدم عن المحرك السابق V8 سعة 4.8 لترات ويرتبط المحرك بناقل حركة قياسي من ثمانية سرعات تبترونيك اس لتتسارع السيارة من صفر الى 100 كيلو بيتر في الساعة في 5.1 ثانية قبل ان تصل الى سرعتها القصوى اللي تبلغ 262 كيلو متر في الساعة بعد ما كشفوا عن بورشا جي تي اس في معرض لوس انجلوس للسيارات اختارت بورشا معرض امريكا الشمالية الدولي للسيارات 2015 في ديترويت عشان تكشف عن احدث طراز لها اللي هو بورشا كايان تيربو اس اللي له شعبية كبيرة جدا ويعتبر طراز كايان تيربو اس اعلى طراز من مجموعة بورشا من السيارات الرياضية المتعددة الاستعمالات وفي هذا الطراز جددت المحرك اللي تألف من 8 ستونات على شكل V سعة 4.8 لترات مع شاحنة تيربو واصبح يعطي 570 حصان واصبح التسارع من صفر الى 100 كيلو متر في الساعة في خلال 4.1 الثانية وسرعة قصوى 284 كيلو متر في الساعة ومن التجديدات اللي انعملت للسيارة هو الضبط اعداد هيكل السيارة عشان يعطي ديناميكية قصوى وزود بمجموعة كبيرة من انظمة التحكم بالاضافة الى مكابح بورشا من السيراميك المركب وحصلت كايان تيربو اس على نظام بورشا للتحكم الديناميكي بالهيكل اللي حد من انحاءها الجانبي في المناطفات بالاضافة الى نظام بورشا لتوزيع عزم الدوران بوس اللي عزز من ديناميكية القيادة والثبات المعروف عن شركة بورشا هو تخصصها في صناعة السيارات الرياضية سفورش كاردز وفي عام 2002 دخلت الى تصنيع سيارات رياضية متعددة الاستخدامات واللي هي الكايان وبعدها دخلت الى فئة السيدان ثم دخلت الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة اللي هي المكان طبعا الامر ليس صعب على بورشا بانها تقوم باعادة تصميم الكايان في جيلها التالت التعديلات والتطويرات للكايان 2015 ما تخليها اقل من منافساتها في فئتها بل تحطها في اعلى مستوى وبسوان هنا يطرح حاله هل الكايان تعقلمت لدورها الجديد اللي هو العميد الكبير في داخل عائلة البومشا ولا لا طبعا هذا الموقف حرج الجيل الاول والثاني من الكايان كسيارة رياضية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كانها شعبية كبيرة جدا واصبحت هي مورد ارباح الشركة الالمانية باجمال مبيعات 580 الف سيارة طبعا هذه الارباح اعطت الشركة الامكانية انها تستثمر مبالغ كبيرة لتطوير سياراتها الرياضية وكل هذا كان مبني على نجاح الكايان بكل ببساطة اما بالنسبة لأسعار الفورشا كايان جي تي اس في اسواقنا في المملكة فهي تبدأ من 385 الف ريال ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودياوتو.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت عند القيادة لان الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خلال القيادة تعتبر من اكبر المسببات للحوادث فاترك جوالك على الصامت وقود بامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فكرة درجة الحرارة هنا في الشلافتة تقريبا حوالي عشرة تحت الصفر رح تشوفني انا والمطورين اللي معايا والمخرجين بردانين على الاخر متنمدين يجب أن يذهب الى طوليب لأنه يحتاج الهاتف حسنا، هل نحن نحن؟ حسنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر